الى جانب بحوثه ومؤلفاته انشغل الحمام بالتركيز على قضية العلمانية التي تثير جدلاً واسعاً في تونس حتى ايامنا هذه نذر الحمامي في اطروحتك صورة الصحابي في كتب الحديث ما الذي استفزك لتناول هذه القضية هو في الحقيقة انا بدأت في الاشتغال على هذه الاطروحة منذ سنة 2004 ولكن الاستفزاز الحقيقي كما سؤالك اول مرة يصل عني وما الذي يجعلني ابحث في صورة الصحابي الامر لا يتعلق بالصحابة في حد انفسه وانما في ما كنت اشاهده بعد سنوات عديدة في الفضائيات بالخصوص من تركيز على تمجيد السلف هذا وتعظيمه واخراجه عن التاريخ ومحاولة ابراس صورة كأنهم متعلون عن هذا التاريخ وكأنهم ليسوا بشر وإلى غير ذلك مما يمهد السبيل لتركيز مرجعية سلفية اقول في الفكر الاسلامي المعاصر ويجعل المجتمعات الاسلامية وتتشبث بصورة منمذجة عن ذلك السلف ويؤهل الحركات الاسلام السياسي بالخصوص لإيجاد مرتع في المجتمع للتغلق عبر تلك الصورة فأردت البحث في تلك الصورة ومستنداتها وأسوسها ولماذا تم تصوير الصحابة والسلف من ورائهم بصورة عامة على تلك الشاكلة اتجه بمحدثي إلى اسلام الفقهاء وكأنه أراد بذلك التركيز على أصول الفقه صدر اسلام الفقهاء سنة 2006 ولكن أيضا هو في إطار مشروع كبير أشرف عليه أستاذي عبد مجيد شرفي حول موضوع الاسلام واحدا ومتعددا وكان نصيبي في الحقيقة اسلام الفقهاء الذي حاولت فيه أن أبحث في الإسلام كما يريد أن يقدمه الفقهاء وللنظر إلى الخصوصية الفقهية في النظر إلى الإسلام بصورة عامة واجتسائه من اعتباره دينا وحضارة لحصره لدى هذه الفئة من العلماء في الجانب الفقهي والتشريعي عوض النظر إلى بقية مناطق هذا الدين فيتم حصر الإسلام برمته في نوع من الوصفات الجاهزة والتشريعات التي يخرجونها أيضا من سياقاتها التاريخية ويحاولون فرضها على المجتمع فرضا بغاية الانسجام وإن كان ذلك الانسجام شكليا في الحقيقة لأن الفقهاء في تقديري وفي ذلك البحث القصير الذي كنت فيه غرا نوعا ما في ذلك الوقت والآن ربما أراجع فيه الكثير من الأشياء ولكن هناك مسائل ما زالت صالحة ومن بينها أن هؤلاء الفقهاء لا يهتمون كثيرا بمسألة الضمائر بقطع بقدر الاهتمام بمحاولة مراقبة المجتمع ومعاقبته في النهاية وتنميته وإلغاء كل الاختلافات التي يحاول الأفراد أحيانا أن يمارسوها أن يمارسوها عفوا ولكنهم ينقذون على تلك الفردية بغاية تنميت المجتمع ولغايات السياسية ولحظت هذا التحالف بين الفقه والسياسي بغاية كيف أقول مراقبة المجتمع على حد عبارة ميشيل فكو في الحقيقة بغاية حصره وقتل كل الاختلافات فيه اشتركوا في القناة